طيب احنا يمكن كمان نتحدث رئيس الوزراء بالامس على ان برميل البترول زاد بحوالي 10% وده طبعا ارتفاع كبير جدا مع الارتفاعات والضغوط اللي بتمر بيها الدولة اقتصاديا وكمان المواطنين كمان بيشعر بارتفاع شديد في الاسعار في اغلب الامور الحياتية قرأت هذا الكلام ازاي وكيفية تعامل الدولة مع هذا الموضوع تمام الملف ده في غاية الاهمية جدا يا سيزة دينا لان بيترتب عليه كثير من الامور الخاصة بتلبية احتياجات المواطن لالتزاماته الشق الاولاني بيتعلق بكيفية مواجهة الدولة لارتفاعات اسعار البترول وفقا للمتغيرات والتوترات اللي بتحصل في الاقتصاد العالمي ده احنا بنشوفه من خلال تسريع واتيرة البحث والاستكشاف والتنقيب مع الشركاء الاجانب لزيادة عمليات الانتاج ده بيأمن جزء والجزء الاخر اللي احنا بنستورده الدولة حطف حزبانها من قبل بداية العام المالي الحالي في 36 الماضي ان فيه زي ما قلنا باستخدام السيناريوهات اللي بتستشرف المستقبل وفقا للمعطيات اللي موجودة في الاقتصاد العالمي بتقدر ان هي تحط احتياطات او مخصصات موجهة لعمليات الاسترات تأمن بها احتياجاتها لفترة لا تقل عن سنة قدام عشان تقدر تواجه هذه الارتفاعات يعني وفقا للتغيرات الاخيرة اللي حصلت على الساحة الدولية والحرب في غزة وتطورات ما بين اسرائيل وايران ابتدينا نشوف فيه ارتفاعات فيه اسعار البترول وفيه توقعات ان لو استمر حدة الصراع او الوقت بتاعه طال ممكن نشوف سعر البرميل تعدى الميت وده اللي تكلم عليه بارح دكتور مصفى مدبولي ان احنا ممكن معرضين لاقتصاد الحرب بالزبط لكن في الموازنة العامة للدولة بيكون فيه بندل الاحتياطيات اللي الدولة بتبقى مخصصة لأي ازمة او اي طارق ظهر خلال العام المالي بتقدر انها تتعامل من هذا الاحتياطي وبتقدر تلبي احتياجاتها بدون ما يحصل ازمة تأثر على المواطن لان عدم وجود مثلا بترول موجود في الدولة المصرية ده بيأثر على اسعار السلع وعدم وجود السلع بشكل كبير جدا وده امن قومي طبعا اه فبيأثر كمان على معدلات التضخم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة